هذا وذا يا أخواني أنها عجيبة هذه الآية هذه الآية تجعلنا هذا الكلام يا أخواني تجعلنا نطقع حياء من الله استحيي من الله يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك من ربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك يا أخواني الله في آية لما أقرأها استحيي من الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على برنا من داب بالله تخيل يا غالي لو الله عز وجل يواخذنا بكل ذنب فعلناه ما ترك على برنا من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإلا الله كان بعباده بصيرا ما ترك على برنا من داب ما ترك على برنا من داب